فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا سنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علّله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها نعم وسبق في الرواية وعن تغطية الفم في الصلاة وعلّل ذلك بأنه من فعل المجوس عندما يعبدون النار ونحن منهيون عن التشبه بالمجوس أيضا فالمصلي لا يتلثم إلا إذا كان هذا لحاجة نعم قال فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما فيك إليهما من مشابهة الكفار نعم مشابهة الكفار من يهود أو مجوس فالسدل فيه مشابهة لليهود وتغطية الفم في الصلاة فيه مشابهة للمجوس ونحن منهيون عن التشبه بالكفار عموما نعم مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين ترجمة نانسي قنقر